اهلا بكم في حوار فرنس دستورية لانها فيها ارتداد على العقد الاجتماعي اللي وافق عليه المصريين في 2014 بنسبة 98% الحوار المجتمعي اللي حصل في وقت كتابة الدستور وانا كنت واحد من 50 اللي كتبوا الدستور اصفر عن هذه الوثيقة اللي هي وافق عليها كل المصريين بنسبة 98% وكان حلم المصريين في مثلا في 30 يونيو بالاضافة للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية اللي هو اترفعت في 25 نناير هي اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يعني لما قالوا يسكت حكم المرشد كانوا عايزين دولة مدنية يعني هذه التعديلات تتنافى مع المبادئ اللي خارج من اجلها المصريين لكن ان انت تعمل دستور يكرس لحكم الفرد ويجعل سلطات مطلقة في يد رجل واحد اللي هو رئيس السلطة التنفيذية ده بالتأكيد ما يكرس ولا يصب في خانة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كيف جاءت حتى فكرة المقترح للتعديلات يعني هما يسألوا اللي قدموا هذه التعديلات لكن هما بيتكلموا على الموضوع ده بقالهم فترة وطلعوا 2016 كانوا بيعملوا بلونة اختبار وطلعوا كلنا طلعنا يعني الناس المعارضين لهذه التعديلات قلنا من وقتها ان ده ارتداد على الصورة ارتداد على اهداف الصورة وفيه كمان عدم مشروعي في عدم مشروعي اللي ان احنا لما جينا نتكلم على المبادئ بتاعة الحقوق والحريات وفترات رئيس الجمهورية بح صوتنا او يعني خدنا وقت كتير جدا في لجنة الدستور كم انتم في البرلمان نعم كم عددكم احنا عددنا خمستاشر خمستاشر كتلة خمسة عشر تلاتين خمستاشر لكن انا بكلمك على لجنة الدستور قعدنا في منقشات ودي موجودة في المضابط منقشات يعني كبيرة خدت وقت طويل جدا كيف نؤمن مبادئ الحرية مبادئ الحرية ومبادئ تداول السلطة من انه يقترب اي حد لها فعملنا مادة اسمها 226 بتمنع بتمنع ان اي حد يقدر يقرب من هذه المواد الا بمزيد من الضمانات واللي عايز بقى يقدم وطبعا ارادة الشعب هي البقية في النهاية ممكن بعد عشر سنين بعد خمس سنين الشعب عايز يغير الدستور هو حر لكن بقى يسقط هذا الدستور كله وتعمل لجنة تأسيسية جديدة لان فيه فرق ما بين التأسيس وفيه فرق بين ان انت تعمل تعديل اللجنة التأسيسية هي اللي لها الحق استحداث مواد لكن التعديل مفروض بتعدل في مواد بس متى فيه مادة حاكمة بتمنعك من التعديل يبقى كان يجب ان تسقط الدستور ويطلع كده يقول تعطيل العمل بدستور البلاد وتكوين لجنة تأسيسية جديدة سواء بالانتخاب بقى سواء بالتعيين ويعملوا دستور جديد لكن هذا الدستور محصن انه يتغير فيه هذه المادة فكيف لهم ان هم يقتربوا من ده وعلى فكرة ده لايسي رأيي الوحدي ده رأي رئيس مجلس النواب شخصيا كان رأيه هكذا اه وموجود فقال مسجل عليه يعني ان المادة دي حاكمة ولا يستطيع احد ان يغيرها فالارتداد بفكرة كمان مبدأ ضرب مبدأ الفصل ما بين السلطات هذا الضرب المزهل اللي مش موجود في دستور في العالم انه رئيس السلطة التنفيذية هو اللي يعين كل رؤساء الهيئات القضائية وله حق العزل وله حق التعيين طب انت فين الفصل ما بين السلطات يعني فيه حاجات كتيرة جدا في هذه المواد طبعا جيشنا العظيم ما ينفعش ان انت تقحمه في عمل حمال اوجه يعني الجيش طول عمره وسيظل على فكرة برغم اي حاجة هو محل اجماع وطني لان ده جيش ابن طبيعي لحركة الوطنية المصرية انت بتخليه ليه عايز يخش في السياسة عايز يدخله ليه في السياسة وهو يبقى هو الامين على الحياة المدنية والديمقراطية والحياة السياسية يعني انت بتدخل الجيش ليه في منطقة اخلافية يعني ففيه حاجات كتير جدا في التعديلات تصب في خانة انه هدم الدولة المدنية مش اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مع ان التعديلات ستمر اعتقادي طبعا التعديلات هتمر انهم يمتلكوا الاليات لتمررها ولكن دائما التاريخ قال كده يعني التاريخ سنة 80 السادات عدلت دستور ماذا حدث عادة ان التاريخ لا يرح يعني لا التاريخ كمان بلو تجارب لابد ان احنا نفكر فيها ليه لم يستفد احد من تعديل الدستور السادات عمل تغيير سنة 70 وعمل مدن مفتوحة لم يستفد منها والاستفاد منها حسنين مبارك حسنين مبارك لما حاب يعمل توريس توريس وغير الدستور سنة 2007 لم يستفد منها لهو ولا ابنه محمد مرسي لما عمل الاعلان الدستوري في 2012 لم يستفد منها برضو نفس الحكاية يعني فانا بقول انه كان عليهم انه هم يتدبروا حكمة التاريخ يتدبروا الدروس وبعدين دايما ده مرتبط بحالة عدم رضا موجودة يعني دايما تغيير الدستير بيحصل لما بيبقى فيه توافق توافق على ان فيه مستجد حصل بيكبرك على ان لكن ده فيه يعني الدستور ده لم يطبق بعد على فكرة يعني فيه مواد كثيرة جدا ضرب بيها عرض الحاقت كانت فيها الزام لانه تصدر عنها قوانين حتى زي اللحظة لم تصدر يعني انت لم تطبقه أصلا عشان تقول انه هو وقف عائقا تجاه التقدم مثلا يصح ان انا اقول الدستور مش مقدس نقدر نغيره بس لما يبقى فيه عائق لما يبقى عمل ووصل للقانون جدل بالزبط فانا انا بقول انه كان احرى بهم ان هما ينفزوا لأول الدستور وعندما يصطدم بانه هو يقف عائقا نبقى نشوف لكن في حالة يعني في حالة عدم رضا موجودة في الشارع المصري متجلية بكل يعني في الوساط المثقفين بكل الاوساط لكن طبعا في حالة قهر منع ناس كتير جدا انها تتكلم ومنع ومخوفة ناس كتير جدا لانه الممارسات بقت يعني الممارسات ضد المعارضين المعارضين بقت يعني خيالية بقت يعني فيها حاجات ما كانتش بتحصل في اي نظام اخر وهالفيديوهات جت من اين موضوع الفيديوهات ديت اولا انا قرأت كثير ما كتبت انت على الفيسبوك لا انا هقولك بس عشان علخصتك المسألة اللي ان احنا عندنا عشر دقايق يعني فهلخصها لك سريعا ملتزما بحظر النشر اللي قرروا نائب العام لان انا بحترم دولة القانون ومش هقول حاجة تعوك سر التحيات اول مرة نمى لعلمي هذه الفيديوهات كانت في جوليتي الانتخابية الاولى سنة 2015 قديمة القصة اه انا متحفظ على كلمة مسربة مسربة يعني ساعتك بتؤكد انها حقية وده كلام مش حقيقي فانا عايز اقولك الفيديوهات ديت هذه الفيديوهات الملفقة وزعت على ناخبية كي يسقطوني سنة 2015 ولما لم تفلح لم تنجح العملية واثناءها انا ضبط احد الاشخاص التابع ليهم متلبس بنشر هذا الفيديو على صفحة الفيسبوك بتاعته ورحت قدمت بلاغ والبلاغ ده حقك فيه والتكنولوجيا المعنوات عندنا او مباحث الانترنت جابت الشخص بتليفونه بعنوانه بكل حاجة واثباتت ده حتى هذه اللحظة من سنة 2015 هذا الشخص لم يحقق معه ده واحد 2016 لما بدأنا نتكلم على تيرانو سنفير كان فيه كذا قضية وكان اخرهم تيرانو سنفير بدأوا برضو يرواجوا بدأوا يرواجوا عن طريق الواتس ايب نفس الحكاية فابطت حد متلبس برضو بتوزيع هذا الفيديو اشتكيت وحقك معه مرة واحدة وحتى هذه اللحظة القضية موجودة عمد النائب العام المرة الاخيرة انا هدت تقريبا كده يعني بشكل غير مباشر انه المرة دي مش هتعرف تمسك حد لانها لانها هتبقى فيها نشر عام هنخلي مئات الالاف من الاكاونتات تنشر في نفس الوقت ابقى اقبط بقى ولا بلغ تنشر بشكل كبير اه ووزعوها بمئات الالاف من الاكاونتات وجروبات على الواتس ايب الى اخر الكلام ده عشان تبقى قضية رأي عام ونقول بقى فين الاخلاق وفين 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 ونجيب ونعمل لهذه القضية انا عايز اللي انا عايز اقوله عشان الوقت انا عارف ان هو دايق الفيديوهات دي من حيث هي حقيقية ولا مش حقيقية انا عايز اسأل بعض الناس كده اللي ساعات فيه ناس كده مواليين ليهم بيهجموني هل انتو تملكوا جرقة ان يبقى على راسك بطحة لو بفرد انا على راسي بطح لو بفرد الفيديوهات دي بتاعتي انا كنت امتلك الشجاعة ان انا اقف واقول ان انا عشان على راسي بطحة فما بالك بقى انا مش على راسي بطحة لان الفيديوهات دي حتى لو حقيقية الفيديوهات دي ما فيهاش ما يخالف القانون تمام فانا كل اللي انا عايز اقوله ان انا الحمد لله انا حفظت على ان انا ابقى وفي لمبادئ انا اعتنقتها ومبادئ خرج من اجلها المصريين في 25 و في 30 ومبادئ دفعت دفعت عنها طول عمري ودفعت درائب باهزة طول حياتي ما تراجعتش لو انا حرامي برضو ما تراجعتش لو انا فاسد ما تراجعتش لو انا اي صفة من الصفات انا حفظت على اللي خرج ومات من اجل الشهداء ان الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة دي لن نتنازل عنها وسنصل لها في يوم الايام ان عاجلا او اجلا ده اللي انا بدافع عنه واذا كان انا نموذج لشخص هم عايزين يلوسوني كاي يعني المسألة كلها ايه الراجل ده له تأثير كبير خاصة في افلامه وخاصة الناس بتصدقه فصفي معنويا خليه ما يعرفش يعمل افلام كمان بالمرة لان كمان القضية مش قضية بسي فيديوهات ومش فيديوهات ده انت كمان بتخلي الناس تنصرف عنك اخلاقيا وما عرفش ايه شوهو تماما بحيث لا حد يصدقه في افلام ولا حد يصدقه لما يقول لا للتعديلات الدستورية ولا حد يصدقه لما يقول لا للقهر ولا هترجع لي مصر بكل تأكيد انا حتى هذه اللحظة مش ممنوع من دخول مصر ولا انا حد مترقبني في مصر انا لم يصدر لي حتى هذه اللحظة لا قرار اتهام ولا استدعاء فلما يصدر قرار اتهام انا سايبهم بس اشوف عايزين يوصلوها لايه عايزين يوصلوها القضايا شكلها اخد فيها 25 سنة ولا اعدام ولا عايزين يوصلوها لايه خلينا نتمتع بافلامك يا رجل نعم خلينا نتمتع شوي بافلامك بإذن الله بإذن الله هعمل افلام ويعني وهغزهم ان انا برضو هعمل افلام يعني اذا كانوا معتقدين ان انا مش هعمل افلام لا انا هعمل افلام اذا كانوا معتقدين ان هم يستطيعوا ان يخرسوني مش هيعرفوا يخرسوني خالد يوسف شكرا لك عفوا شكرا لكم على المتابعة بقوا معنا على فرنس فانت كاتر